هبت نفحات فتعرض لشذاها تغنم رمضان فتحت للذكر مساجدنا في الدنيا هي خير مكان علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته علمني رمضان الاستقامة والثبات ها هو الضيف الكريم الذي كنا نستعد للقياه وفرحنا بقدومه وسعدنا بإقامته معنا ها هو يلملم حقائبه ويستعد للرحيل ولكن هل تركنا رمضان وهو راضٍ عنا أم رحل وهو يبكي حسرةً علينا وعلى أحوالنا ويا ترى من من المقبول فنهنيه ومن من المردود فنعزيه يا رب نسألك برحمتك بعبادك أن تجعلنا في عداد المقبولين فإن كنا لسنا أهلاً لذلك فإن رحمتك أهلٌ لأن تسعى من لا يستحق من علامات قبول العمل في رمضان الثبات بعده على ما وفق عليه العبد من الأعمال الصالحة قال سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوةٍ أنكاثا ماذا تقول لامرأةٍ جلست طوال شهرٍ كامل تصنع لباسًا من الصوف بالمغزل حتى إذا ما قرب الغزل من الانتهاء نقضت غزلها هذا هذا المثل يمثل حال بعضنا فبمجرد انتهاء شهر رمضان سرعان ما يعود إلى المعاصي والذنوب سرعان ما يعود إلى ظلم العباد وأكل المال الحرام فما هو إلا كهذه المرأة التي غزلت ثم نقضت غزلها أخي الصائم الكريم كن عبداً ربانياً ولا تكن رمضانياً من كان يعبد رمضان فإن رمضان ولا وانقضى ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ولتكن الشهور كلها رمضان وحياتك كلها رمضان واعلم أن رمضان الصالحين لا ينتهي فأهل العزائم علموا حقيقة هذه الحياة وأنها حياة كدٍ وتعبٍ وعناء وفقه قوله سبحانه وتعالى لنبيه فإذا فرغت فانصب نعم أنت قد لا تقوم الليل كما كنت تفعل في رمضان ولكن لا تترك قيام الليل ولن تصوم كل يوم كما كنت تصوم في رمضان ولكن لا تدع صيام الأيام المسنونة كستٍ من شوال أو غيرها ولا تهجر كتاب الله بعد رمضان ولا تهجر المساجل بعد رمضان فمن حسن ودنا ووفائنا لهذا الضيف الكريم أن نحفظ ما علمنا عليه رمضان ولذلك كان عنوان برنامجنا هذا علمني رمضان وتصوم الشهر جوارحنا نتجنب فيه العصيات فوداعًا يا شهر الخيرات والبركات وداعًا يا شهر الرحمات ونسأل الله تعالى أن يجمعنا فيك سنين عديدة وأيامًا مديدة ونحن بصحةٍ وعافيةٍ وأمنٍ وإيمان رمضان دمعي للفراق يسيل والقلب من ألم الوداع هزيل رمضان إنك سيدٌ ومهذَّب وضياء وجهك يا حبيب جليل رمضان جئت وليلنا متصدع أما النهار بلهوه مشغول فالتف حولك سادة ذو همة لم يثنهم عن صومهم مخذول قاموا ليالٍ والدموع غزيرة ويد السخاء يزينها التنويل رباه فرحم فالذنوب تتابعت كالموج في لجج البحار يسيل أنت المجيب وأنت أعظم من عفى أنت السميع وإن دعاك جهول ذنبي وإن ملأ البحار فإنه في عفو مثلك يا كريم قليل ثم الصلاة على النبي وآله والصحب ما شمل الدعاء قبول وفي الختام أسأل الله تعالى يا أيها الإخوة والأخوات أن أكون قد وفقت في تقديم ما تنتفعون به فقد قلت ما سمعتم وما أعلم عند أحد منكم من الذنب والتقصير ما أعلم عندي ولا تنسوني من صالح دعواتكم وكذلك إخواني الكرام من الكوادر التي عملت في إنجاز هذا العمل جزاهم الله تعالى خيراً وإياكم ولا يفوتني أيها الإخوة والأخوات أن أعايدكم بقدوم هذا العيد الكريم المبارك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده على هذه الأمة بكل خير بالنصر والفتوحات والفرج العاجل إنه ولي ذلك والقادر عليه تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال أصهم يعلمون التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن